إذاعة القرآن الكريم من القاهرة منذ فجر الإسلام وعبر مختلف العصور والأيام حفل التاريخ الإسلامي بالمواقف المشهودة والأقوال المأثورة وصطعت شمس الحقيقة واستبان نورها هداية وهدى مواقف إسلامية أعداد وتقديم شحات العرابي بسم الله الرحمن الرحيم أيها اللي خاتم منون السلام كل صحيح لك طيب صحيح سلام منورني أستاذ شحات العرابي الصوت ده ما ينفعش يختفي خامة الصوت والطبقة دي ما ينفعش تختفي سنة الحياة يعني نحن سعداء جدا الحياة بحضرتك لكن يعني وحضرتك غاني طبعا عن التعريف أستاذ شحات العرابي لكن يعني كتير من اللي بيسمعوا الراديو خصوصا إذاعة القرآن الكريم اتعود يسمع صوت الإذاع الكبير شحات العرابي اللي كان يصلى علينا بشكل شب يومي لمدة 35 سنة من خلال برامج القطوف من حضائق الإيمان وفي رحاب السنة الإسلام والإدارة مواقف إسلامية 35 سنة من يعني صوت دهبي والحياة يمكن ناس كتير قوي يرتبط بهذا الصوت يشازل أنا من الناس دي وكنت رسا بنتكلم قبل للهوة يعني كنت بديله المقدمة كده بتاعة البرنامج صوت مميز الحياة وما ينفعش فعلا نفتقده أثر فينا كلنا وتأثرنا به النهاردة بيشرفنا الإذاعي الكبير الأستاذ شحات العرابي اللي بالمناسبة عامل حالة كده من الزعل والحزن على السوشيال ميديا لمجرد بلوه وسن المعاش ودي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده أن الناس تتعلق بهذا الشكل بالمزعين وخاصة طبعا إذاعة القرآن الكريم اللي ليها عندنا كلنا مكانة كبيرة جدا لكن الناس كتيرة قوي على السوشيال ميديا زعلانة يا سوشيال شحات متأثرة جدا ماشي حمد الله يعني بدأ من الواحد يعني أدى يعني عمل وأمانة وابتغاء مرضات الله يعني دي سونة الحياة بيرضى بقدر الله وقضى يعني طيب يمكن حضرتك في لقاء حضرتك قلت كل اللي حصل على السوشيال ميديا والحب اللي وصل لحضرتك كان علاقت عليه بهل الجزاء والإحسان إلا الإحسان فكرة أنه كل الناس دي تبقى زعلانة أن هذا الصوت هيغيب عنهم لبلوغ حضرتك سن المعاش والناس كتير جدا بتطالب أن حضرتك تستمر وصوت حضرتك يفضل موجود تبعت كل ردود الأفعال دي ازاي عرفتها ازاي خاصة حضرتك بتتكلم معنا قبل الهوى قلت لنا حضرتك مش متابعة جاي أبدا لمواقع التواصل الابتماعي نعم والحمد لله يعني ربنا يعني قيد لي بعض الأشخاص المحبين أموا بعمل صفحة ليا وعمل قناة وجزاهم الله خيرا لأنهم أمناء بصراحة على العمل كل ما أقوله في الإذاعة أو أقدمه في أي مكان يبدون الجهد لتقديمه للناس الحمد لله رب العالمين لكن أنا يعني إنسان مونتحك قبل الهوى مكتبي كتبي يعني أغلب وقتي قدام الكتب خصة الكتب التراطية الحمد لله أنت عارفين في ناس بالطالب إن إحنا إن إذاعة القرآن الكريم تمد لحضرتك في مطالبات على السوشيال ميديا بكده دي مسألة صعبة جدا يعني يعني مش هندخل في تفاصيلها بس ده بيعبر عن حب الناس لحضرتك طب عايزين برضو عايزين نبدأ ونتكلم من البداية أعزو أقولك يا سيد محمد أنا لم أطلب حب الناس ولم أسعى إلي طبعا ولم أسعى للشهرة ولكن أنا بصراحة قدمت عملي وكل كلمة كنت أقولها ابتغاء مرضات الله الحمد لله وأتمنى أن ربنا يكون راضي عنها يا رب طب عايزين نبدأ الموضوع من البداية منذ التحاقك بإزاعة القرآن الكريم التحاق يعني سبب قبل كده يعني قبل الاتحاق كنت أنا معتاد أن أنا أتردد على مدارس اللغة العربية مدارس التاريخ ولفت انتباه مدارس التاريخ صوتي وأنا بكلمه بعدما حصلت على النتيجة الحمد لله وكنت داخل كلية أداب فقال لي على فكرة شحة أنت صوتك إذاعي ويشبه صوت الراحل الله يرحمه أستاذ أحمد سمير ده كان كلام يعني فأنا اختزنت ده في الزاكرة ومرت الأيام وبعد كده بزور برضه عمي في البنك الوطن التنمية اللي كان رئيسة البنك الوطن التنمية عمي بي محمد زاك العرابي الله يرحمه فقال لي برضه أنت صوتك ينفع للزاعة أنا كنت في ذلك الحين أعمل في دار مايو الوطنية لناشر أخون بمراجعة الصحف والمجلات في دار مايو لأن دار مايو كان كبير جدا كان رئيسها الأستاذ عبدالله عبدالباري الله يرحمه وكنت مستمتع بمسألة المراجعة والتصحيح وليت نفسي فيها مضاقق لغة مضاقق لغة الحمد لله وطلت بناس الحمد لله ليهم خبرة ماياخروا من 30 سنة بس أنا لحبي برضه العمل هناك وده أبي أنا كان معادي الشغل بتاعي من 9 لتلاتة وخلص أنا وفترة تانية من 3 لتسعة بالليل فأنا كنت بواصل العمل من 9 لتسعة بالليل لأنني عايزة أحفظ كل مفردات العمل عشان مايكونش عالة وحد يقول لي أنت غلط أو أنت جاي بتشغل إزاي معنا وأنت متعرفش حاجة فأنا كنت دقوب الحمد لله أن أنا أعرف كل حاجة فأخذت كل ما لديهم من خبرات كل اللي عاديين بقوا بعد فترة من 6 وشهر تقريبا هم نفسهم بيسألوني يعني دي نفاق دي صح ولا غلط أصبحت مرجعيني الحمد لله يعني بعد كده لما كان فيه إعلان عم قال أنا أقدم لك والله دخلت دخلت ما دخلت ما دخلت أنت وكفاءتك يعني في الإزاعة عمتا ولا في إزاعة القرآن الكريم في الإزاعة لا في الإزاعة عمتا وأنا كان اعتقدي أن أنا صعب جدا أن أنا أخش إزاعة القرآن الكريم لأن أنا كنت أعتقد أن كل اللي عاملين فيها لابد يكونوا حافظينوا القرآن كله لكن دخيوري لا يسمح لهم بأي خطأ أيا كان ولو يعني هفوة يعني كنت متخيلة أنني كنت مع القرآن ما فيش خطأ فقلت لا ده أنا ربما أروح مثلا لبرنامج العام أروح صوت العرب فلقيت الحمد لله لما دخلت الاختبار طبعا كان الصوت أول ما قال أستاذ علي عيسى الله يرحمه يسمى الصوت في اللجنة قالوا لي بقى يعني قالوا ده صوت إزاعي من درجة الأول يعني هو رجل قال كده الله يرحمه بعد كده بالنسبة للغة أنا ما كانش عند الرهبة شديدة لإني الحمد لله ممارستي اللي عمل في دار مايو في الصحافة والتدقيق كان مديني الحمد لله والنوع مستخل لإن أنا كنت بمشي في الدار لو لقيت حتى ناس قابل مني ب15 سنة ب20 سنة بيغلطوا فالخطأ بيضرب في ودني قالوا لهم لا ده في خطأ يكون مثلا ممكن في المنشطة الكبير بتاع الجريدة قالوا لهم لا خطأ ورئيس القسم ما حتى يكون هو اللي بيراجع مش واخد بار بس أنا سمعت الخطأ ضرب في ودن فألا إيه بقى يعنف اللي معاه قالوا إنت زي ما تاخدش بالك زي ما تنبهنيش كده فالحمد لله حضرتك بقت حساسة قوي للأخطاء نعم ودن حضرتك بقت حساسة جدا بالأخطاء الحمد لله مرست كل اللغة العربية بالنظر والودن وكل الحواسي يعني الحمد لله طيب عظيم العمل في إذاعة القرآن الكريم بصراحة أنا أي زي أي إنسان في أي عمل بيلاقي طبعا وجوه عابسة وبلاقي وجوه باسمة ومبشرة وبتاخد بإيدك فالحمد لله طبعا لم نلتفت لأي وجه كان عابس وكان بيحاول مثلا أنه يوقف مستكتر أن نحن نشتغل معاه لأننا نكون صغرين فخايف أكيد اللي هو بيقابلناك كده بيبقى مش واخد الثقة عنده شاكك فينا حال إحنا نصرح المكان ده أو ما نصرح لكن بعد فترة لدينا كثير من الناس اللي هم لدينا في رعاية وفي أبوه وفي حنو من ناس كثيرة جدا في الإذاعة أخذوا بأيدينا زي الأستاذ الرياض فهم الله يرحمه والأستاذ سعيد العيلي لما اختبرني قال لي خذ عد البرنامج في رياض القرآن هو كان بيقدمه قال لي خذ عد الحلقات دي فأول ما شاف أول حلقة أنا عمقتها كنت عمل طبعا عشر حلقات عمتوله إعداد وطورت في عمرها حاجة فاطمة طاهرة لقد تخلي بالك وش حتى لو لقى عندك خطأ هيزعلك وربما يعني 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 يشري أو حاجة زي كده طبعا بنواجه لها كل التحية طبعا أستاذة أول صوت نسائي لزاعة القرآن الكريم أو كان بتقدم براعم الإيمان ومشاء الله ربنا يبرك طبعا 15 سنة تقريبا لوحدها كصوت نسائي متفرق تفزاعة القرآن الكريم بالنسبة لي يعني زي والديتي بالزبط الحاجة فاطمة بناديا الصحر من الناس برضو اللي هم ساعدوا الوحد فوقت لها لو طلع فصلة غلط أو طلع حتى همزة يبقى أنا منفعش أعود هنا فما دخلت فالأستاذ سعيد يقول لي وريني اللي أنت عملته فأشاف الشغل فمديني الكتاب أن أنا عادي أعمل إعداد من فلا آية في الكتاب مختلفة على الآية في النص إذا أنت مش عايفتني الآية حتى تعال الآية غلط فأقول له لا الكتاب غلط لكن أنا لازم أراجع الآية قرآنية أنا بمنقلش وخلاص وإن مش دوري أنني أنا مش راي الخطات لأن راجل لازم أن أتأكد أن كل كلمة مكتوبة صح وده دوري فالمراجعة اللي قبل كده نفعتني الحمد لله لما دخلت فأسند إلي كل قدني مفتاح كلما ضايع المفتاح بتاع المكتب معنى كان ممنوع حد يخش المكتب كلما ضاع المفتاح يعمللي مفتاح تاني خلي عندنا الساعة يعمل مفتاح المكاسب أكتر بكتير من خسارة المفتاح آه الحمد آه فأعمل له أشتغل معه برض يقولي لا أنا أقول له أنا مش عايز أخش ما بحبش يعني يعني عايز عافز على هايبة بتاعت المدير عام رئيسي ما بحبش أتردد أول بحب بحبش أخفز يعني ما بحبش أتخفز طيب آه فضل وأول برنامج بقى عملته كان مع الأستاذ رياض فامي ده هو مجالة الفكر الإسلامي ها أستاذ رياض فامي يعني كان حد جميل جدا ونفس سوية وصدر يعني منشارح وقلب سليم يعني فيقولي شارك معي في القراءة فالمفترض طبعا إن القديم بيصح طبعا للأحداث فأنا الحمد لله ما كان هو حتى منه كان صوت جميل وأنا كنت بحبه جدا يلاقي مثلا كلمة يقول لي بصد خش يا بلدوزر شط يعني قول ده بينه من بعض يعني فأحمد لله فكان ومكانش يزعل يعني أهم أنا أقرأ النص أنا ألاقي مثلا في حاجة مش واضحة عنده قوله يا صدرات فيه كازي قوله آه ده يب من مفروض أنا ألا صلح لك أنت لو صلح لك الحمد لله الحمد لله طيب الثلاث ممكن طبعا يعني زي ما قلت في البداية حضرتك غني عن التعريف صوت حضرتك غني عن التعريف لكن مش كتير يعرف الجانب الإنساني للمذعين كان مذيع راديو وحتى مذيع تلفزيون فخلينا نروح للجانب الإنساني شوية و يوم آخر يوم خلص حضرتك روحت في الإذاعة يوم الاحتفال بخروع حضرك على المعيش وانت نزل الصبح من البيت 35 سنة بتشتغل في نفس المكان 35 سنة بتروح نفس المكان وحضرتك نزل الصبح من البيت كان إيه اللي بيدور في دهنك وحضرتك رايح كان إيه اللي بيدور في دهنك لا هو حضرتك أنا يعني فوجئت أنا رايح برضو عملي عادي لأن أنا يعني من نوع اللي هو لا يتوقف عن العمل سواء كنت في الإذاعة أو خارج الإذاعة الحمد لله بقوم بتدريب برضو لو عربية أو ودي محاضرات في اللقاء والأداء خارج الإذاعة يعني فبالنسبة للعمل أنا يعني لا أنقطع عن العمل ولن إن شاء الله أنقطع عن العمل سواء في داخل الإذاعة أو خارج الإذاعة بإذن الله يعني فلما جيت أنا بصراحة ما كنتش متوقع حضور بعض الناس اللي هم من الزمائدي اللي ما عندهمش عمل وجم يعني خصيصا عشان خاطر يسلموا علي وتصوروا معي قبل ما وغادر إذاعة يعني فهذه كان أسعدتني جدا ولقيت فيه لمسات وفاء كتير جدا من الناس اللي علمتهم إن أنا ضربت يعني مذعين يعني كثيرين يعني طيب على مدار كل هذه السنوات أكيد حضرت لي عمالقة دولة التلاوة هم بيسجلوا في إذاعة القرآن الكريم التلاوة نعم أنا يعني بدأت متابع مع الشيخ الله رحمه والشيحات محمد أنور هو بيسجل والشيخ محمود حسين منصور أغلب يعني الشيخ اللي هم مسجلين مرتل بس بعد الكبار يعني حضرت معهم هم مسجلون وكنا نرصد يعني التلاوة يعني من أول آية كذا آية كذا منتابع بس يعني لكن كان فيه طبعا عالم في التجويد وعالم في القرآة وعلماء كانوا فأعدنا أفدنا يعني الحمد لله بما أن حضرتك تحدثت أنك شخص لث توقف عن العمل وشفت كم الحب اللي موجود لحضرتك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مش بتفكر أنه الفترة اللي جاية مثلا ممكن يبقى فيه خطوة جديدة أو برنامج جديد على سوشل ميديا حيث أن حضرتك تفضل متواصل مع محبيك أنا دائما بحب يعني أسجل حاجات حديث مثلا نبوية مواقف تراثية كون هادفة مواقف أو حكاية حدوتك كده تبقى شرح نفسها بس ما حبش أنا أجهد المتلقي في رسالة بتاعت أحب رسالة بتاعت يكون واضحة الحمد لله حضرتك أنا بشارك أيضا يعني غير مجال المراجعة والتصحيح بالمناسبة يعني أنا حابب أن أنا أشكر رئيس على عودة اللي هو الروح للمسجد من خلال اللي هي الأسبوع الدعوة والثقافي الحركة الدعوية والثقافية عادت إلى المسجد والحمد لله أنا واحد من الذين يشاركون في تقديم اللي هي الأسبوع التقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف فبشارك يعني الحمد لله كل أسبوع بشارك في ندوة من هذه الندوات بالفضل الله لكن هنا يكون في حاجات مسجلة مثلا يعني نحن لحد الوقت مثلا بنسمع طائفة من أقوال الرسول للدكتور حسن مدني هل برضو في فنية حضرك أنك تسجل حاجات لإزاعة القرآن الكريم حسنية أتمنى لكن مش القرفي لكن أنا عام نفسي على اليوتيوب بتاع القناة نفسي أسجل صاحي مسلم إحنا كلنا نتمنى وإحنا نيابة عن شعب مصر كله بقى اسمحولي يعني نكلم الأستاذ رضا عبدالسلام في أنه يتبنى هذه الفكرة رئيس إزاعة القرآن الكريم ورسول محمد النوار رئيس الإزاعة المصرية في أن نستغل هذا الصوت ونستخدم هذا الصوت لاستغلال الأمثل والاستخدام الأمثل للناس حابة تسمعه يعني صوت حضرتك فعلا والله يعني متعلق مع الناس الناس بتسمع يعني إحنا كنا لسه قبل الهو كنا بنتكلم في إيه أول ما بنسمع صوت عمنا الشعشاعي هو داخل يقول ودانية عليهم ظلالوها الحلقات القطوف فبقول فأيه بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم معنا لا نسمعها الأدائي زائف حضرتك معنا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالمناسبة هتلاق الصوت منخفض لأن الفترة قطوف يوذع بالليل فمش محتاجة النيرف العادة فالصوت هادئ محتاجة صوت عادة هادئة فأهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة نقططف من كل بستان زهرة ومن كل قول حكمة ومن كل نبع قطرة بيقشش نصر الدين طبار يعني البردو الواحد بيرعي الوقت اللي بيزع فيه المادة بيقول بالصوت اللي يلائم الفترة الزمنية يعني لما أنا أقدم نشرة مش زي ما أقدم مثلا مادة دينية مش زي ما أقدم يعني مادة أدبية وكذا دين نقطة مهمة بقى جدا بما أن حضرتك موجود معنا شايف حتى يعني تاخد بالك من فكرة نبرة الصوت شايف أنه موزيع الإذاعة أو موزيع الراديو إيه المهارات اللي لازم تكون موجودة عنده المهارات زي أي موزيع لابد أن هو يهتم بالصوت طبعا الصوت بيقوله أوتو طبعا الراحة ياخد قسط كويس من الراحة الغزل كويس الصحي برضه أيضا ويعمل تدريبات نفس دي مهمة جدا إطالة النفس من حاجات اللي هي غير اللي هي التمارين الراضية في مسألة بسطة جدا كلما سن يقرأ قرآن ويحول يجيب الآية على بعضها ده بيساعد أنه يطول النفس ويضبط الجمل ويضبط إيقاع الجمل وتقطيع مخارج الحروف وتقطيع المعلق وتقطيع الكامل ده متوقف على النفس وتحكمه في الجملة وفي الكلمة لأن الكلمة لها زمن والعبارة لها زمن والجملة لها زمن والحرف له زمن كل حاجة بالمل مش حاجة بتمشي كده مجرد أنه بقول الكلام كما لو كنت يعني أقول بالعامية أبدلوقه يعني إحنا مبدلوقش الكلام إحنا بنسطع من الكلام ونحس بيه ونشعر بيه عشان الناس نحس بيه هو مجهولي أنا اللي بعمله أن أنا أعيش مع النص وعيش النص أنا عيش النص بينتقل للناس لكن أنا بيقول للناس افهموا أنا بقولوك كذا لا ما بيجيش كده ثانية اللغة العربية لأن اللغة العربية بيه خليك تعمل موسيقى أثناء الإلقاء موسيقى في الكلام تخرجها نعم نعم وفضلا عن التقافة العامة وعظيم ففضلا كل حديث ذكرت ودلوقتي التشكيل مرجعتنا في الوقفات سواء الثابتة أو المعلقة بحيث أنت تدي جملة مفهومة في النهاية فالقرآن بكل تأكيد مؤثر في حاجة زي دي وبقولوك هو نجاح المزيدة في النهاية انت عريق دور اللي هو بتاخد بالأسباب تستجمع أدواتك في العمل زي بالضبط أنا متخيل إيه لما سيدنا إبراهيم قال لربنا سبحانه وتعالى وكيف يصل صوتي لما قاله أدن يعني فقال له عليك الأدهان وعلينا البلاغ أنا علي أن أنا أقدم شغلي من خلال ما استجمعت أدواتي وكده ومهاراتي والقبول ده من الله يعني مناش في دخلها طيب بالنسبة لحضرتك كان مسيرة كبيرة وبرامج كتير جدا مرتبطة بإسم حضرتك أصعب برنامج بالنسبة لك قدمته كان إيه هو كان في البداية اللي هو برنامج الإستام والإدارة على أساس أننا كان تخصصي أدبي والإسلام والإدارة يعني إيه ممكن نقول اقتصادي في بعض الحاجات الرياضية أو كده فأنا كنت بلف على الجامعات وأشوف الأسادزة متخصصين في علم الإدارة وعلم الاقتصاد وكنت الحمد لله بنلتقي بأكفأ الناس وأفضل الناس هو بجمع بين الإدارة الحديثة وبين الإدارة الإسلامية والحمد لله لقيت يعني كوكبة من أفضل الأسادزة اللي كانوا يكتوبوا البرنامج وأنا تفعلت مع البرنامج وأفدت منه حتى الآن في حياتي ومواقف إسلامية يعني خصوصا آه ومواقف إسلامية ومواقف إسلامية ده عبارة عن لقطات ومشاهد بس بناخد العبرة منها يعني النصوص بنجيب الأسادزة الكبار هم اللي بيقولون النص ده نوجهه إزاي قراءة يعني علمية فقهية من العالم للنص يعني أنا ممكن الإنسان ما روش معلم ممكن يضل لكن إما بيجيب أنا إنسان متخصص يقول لي يوجه النص كذا ده بتستفيد منه كذا عندنا يعني خبرة من خلال العلماء طيب الناس كانت مستنية ودعي الأستاذ شحاطة العرابي في الإزاعة هل ممكن يودهم دلوقتي كدو قدام الميكروفون ومهور الإزاعة يعني 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 ندعي مثلا بدعاء اللي حضرتك عايش تقوله تشكرهم على المتابعة تقولهم إن فيه تواصل هيكون مستمر يعني أنا أبتلهم بفعل نحن يعني لن نقطع العمل بإذن الله وفيه في القناة على اليوتيوب هيكون فيها إن شاء الله دايما جديد وكذلك على الفيس إن شاء الله وربنا وفائنا جميعا اللي ما يحبوها أرضايا يا رب إن شاء الله طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر شحاطة العرابي نورتنا في صباح خير يا مصر ويمكن بشرف لنا حضرتك كنتم موجود معنا وهذه المقدمة طبعا إن الناس كتير جدا كبرنا عليها وناس كتير جدا ارتبطت بها بس أنا مش هطلع فصل وحضرتك موجود ومش هنين الفقرة وحضرتك موجود كاميرا عدك تقدر تني فترة إزعية إي رأي حضرتك ونخرج لفصل آه يرى الفترة الإزعية يعني إحنا ممكن نهدعي طبعا تفضل طبعا اللهم أصلح لنا دينا اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها مع عشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مع دنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي ترفع البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ شعبنا واحفظ نساءنا واحفظ بناتنا واحفظ شبابنا يا أكرم الأكرمين يا الله